من يوميات العراق الجديد إشهار الأسلحة لأبسط الأسباب وأتفه الخلافات بين المدنيين بعد أن أصبح العراق مشاعا للفوضى الأمنية في غياب تام للسلم الأهلي وقوة القانون وفي ظل فساد الأجهزة الأمنية النزاع العشائري مصطلح دارج في عراق اليوم وباتت الحساسيات القبلية الداء الثالث الذي يفتك بأهلنا بعد إرهاب الميليشيات والجريمة المنظمة وفشل الحكومة عبر أجهزتها الأمنية وساطاتها المجتمعية في السيطرة على سطوة العشائر التي تجاوز خطرها المحافظات الجنوبية ووصل إلى العاصمة بغداد في الوقت الذي تخشى أحزاب السلطة الوقوف ضد السطوة القبلية خوفاً من خسارتها وزناً انتخابياً مهماً تتمتع به من خلالها وبفعل تغييب مفهوم الدولة الوطنية باتت العشيرة الحاضنة الوحيدة التي يأوي إليها المواطن لأخذ حقه أو حمايته في ظل غياب سلطة القضاء وانتشار الميليشيات التي تهدد حياة المواطنين وتستلب حقوقهم إذ كاء نار النزاعات العشائرية يعد مصدر تمويل لميليشيات المسلحة فقادة الميليشيات يفتعلون هذه النزاعات ليجنوا سنوياً ملايين الدولارات جراء بيع الأسلحة للعشائر وإطلاق صراح المجرمين إضافة إلى بيع المناصب الأمنية في المحافظات للرجال العشائر في محافظة البصرة كشفت مصادر مطالعة عن مقتل وإصابة أكثر من خمسمائة شخص منذ مطلع العام الحالي في النزاعات العشائرية ليضاف هؤلاء الضحايا إلى سجل الحكومة الأسود في الاستهتار بدماء العراقيين وإغراقهم بالذوامة الثأر والصراع لصرف أنظارهم عن الفشل الحكومي والفساد السياسي والمالي دائرة العشيرة تستمر آخذة بالاتساع على حساب قوة الدولة وكل ذلك جاء نتيجة التعاطي السياسي مع العشائر من زعماء الحكومات المتعاقبة الذين يديرون العراق بكل الطرق إلا الوطنية وهذا ما يفرضه عليهم أسيادهم الذين يديرونهم من وراء الحدود